ايه يا عم جمال هو أسبوع السلام الوطني ولا النشيد الوطني طيب تعالوا الأول نفرق بين الموسيقى بدون كلام ودي اسمها السلام الوطني والموسيقى اللي بتصاحبها كلمات ودي اسمها النشيد الوطني يعني احنا كان عندنا سلام وطني من أيام الخدو اسماعيل وما كانش عندنا أنشيد وطني لا طبعا كان عندنا أنشيد وطنية كتير لكن ولا واحد فيها كان النشيد الوطني الرسمي لمصر وعايزك يا عزيز المشاهد تحط خط كبير قوي تحت كلمة الرسمي لأن الأنشيد الوطنية في تاريخنا كتيرة وكتير منهم اللي عاشوا في وجداننا وحفظناهم واثروا فينا الأجيال وأجيال لكن النشيد الوطني الرسمي حاجة تانية خالص النشيد الوطني الرسمي لازم يصدر به قرار من أعلى سلطة في البلاد لأنه ده النشيد اللي هيعزف ويغنى في المناسبات الرسمية للدولة اللي بيحضرها الرؤساء والوزراء وكذلك هو النشيد اللي بنبدأ به يومنا الدراسي يعني في وقت واحد بيغني ملايين التلاميذ وبشكل يومي وكذلك بنبدأ به الاحتفالات الرسمية باختصار النشيد الوطن الرسمي بيحظى بمكانة كبيرة جدا في أجدان الجميع